ممكن هو اللي يحل الازمة دي الحالة المادية؟ انا قلت قبل كده ومعاك بس انا احترامي احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير ودايما هتليب ترد وهكلمك فيه برضو انا بتكلم على الوقت اللي احنا فيه ده الوضعية اللي احنا فيها اللي فيها في نادي الزمالك بس المشكلة ان الناس يعني بتسمع الكلام وتفسروا على مذاكها هرجع اقولك تاني زيزو لعيب مهم جدا 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 هو نمرة واحد في نادي الزمالك لكن هرجع اقولك لو ده الحل الوحيد اهو هرجع اقول تاني لو ده الحل الوحيد هبيعزيزو لان هرجع اقولك تاني اللي عمل زيزو يعمل غيره بس خلاني اتكلم ان الكواليتي برضو في الكواليتي بص 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 هقولك على حاجة مين اللي عايب في نادي الزمالك جيه سمع من اول ما جيه يعني مش كتير. يمكن بن شرقي ممكن في الجنساسي. مش كتير. صح? اه اسمك لما نجي نتكلم حتى بص انا هتكلم انا حتى على ايامي انا اول ما جيت نادي الزمالك ما سمعتش. ده شيء طبيعي. في البداية. وده طبيعي. فهمني? فانت النهاردة لو انت بتتكلم ان في حل الازمة المالية في نادي الزمالك غير زيزو. مهي ملهاش حل بك. يبقى حلها. مهي ملهاش حل بك. طب هل زيزو هيحل الازمة المالية كلها? خد بالك برضو. هيحل جزء كبير. ايه الجزء كبير? اه المستحقات المتعخرة. لا لو هيحل المستحقات المتعخرة لا ما بقاوش. ما بقاوش. هقولك اللاعيبة تستحمل معي شوية. طيب ما خد لك برضو زيزو. لكن لو هيحل ازمة القيد هنا بقى اقول لك ايه زيزو هيتباع لعيب واحد. لو هتقدر تجيب ستة او سبعة او تمانية لعيبة على مستوى عالي هقولك ماشي. هو هيحل لك ازمة. ليه بقى لان هرجع اقول لك تاني. الكرة يا جماعة كرة جماعية ولاست فردية. دي حقيقة. فانت النهاردة بتتكلم في في لعيب بتفك بستة لعيبة اقولك ماشي. وست لعيبة مش ايه ست لعيبة. عشان نبقى صرح. ست لعيبة يلعبوا اسفين في نادي الزمالك. يشيلوا نادي الزمالك. فهي دي ده المنطق. ده العقل اللي احنا بنتكلم بيه. لكن الناس عشان برضو بتقول لك ايه. ازاي تسيب زيزو ما انت سيبت امام. وبعدين انت سيبت فتوح. اللي عمل زيزو اللي عمل امام واللي عمل فتوح. يقدر يعمل غيرهم. اكيد. مس احنا دلوقتي في مشكلة مادية. انا رسو كنت بتكلم في الموضوع ده ان انت ما عندكش الكواليتي وما عندكش الامكانيات وما عندكش اللعيبة اللي هو ست لعيبة اللي انت بتتكلم عليه ده. هتعمل فيه. يعني طب اقول لك الحاجة يعني انت. اه. 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 بص فيه لعيبة هما يدوروا. فيه لعيبة بتبقى كويسة. فيه لعيبة مش شرط اول ما تجيلك بتبقى لعيبة كويسة. طيب مش. يعني خد بالك احنا بنرجع نقول ايه. الصفقة نجاحها او عدم نجاحها مع الوقت. يعني ايه مع الوقت. يعني احنا اتكلمنا قبل كده. مع الاستقرار. لازم لازم تدي مسلا خمس ست مط شرط. دي الله. وفيه حاجة اسمها بوادر. اللعيب ده كويس ولا مش كويس. العيب ده هيجي منه ولا مش هيجي منه. زي ما احنا اتفقنا قبل كده. على العيبة معينة هنا. قلني. لا الصفقة دي فشلة. الصفقة دي لا. موجودة بتقول. فلسه قدامها شوية. شوية ايه? مش كتير. احنا بنتكلم برضو. ست مط شات متتالية. هو ده اللي اقدرحكم عليه في العيب. على الاقل بيديني حاجة. داخل المرعب. ما ادنيش حاجة داخل المرعب بقولك لا الصفقة فشلة. يعني انت مع ابي زيزو ولا. ما انا رجعت. ما خد بالك لو زيزو. اه ما اتبعش برضو خد بالك فيه كلام بيتقالي انا ده المنتشر في الفترة الاخير. ان المجلس الدارة بتكلم معانه هو اه يمدد العادة لعشرين سبعة وعشرين. وازيادة العادة من اربعين لخمسين مليون. فين الفلوس طيب. ما هي دي بقى اللي بتكلم فيه. طيب ما احنا مش بنتكلم كلام احنا مش قده. هي فين الفلوس ما ازيزو انت نهار ده ما تيه تقوله ايه. انا هجدد لك. وزود لك السنين صح? انا دي بالزبط. وزود عقدك. والعقد اخد بالك ان هو فيه تعويض اللي هو يوصل الاربعين وخمسين مليون. طيب ديني فلوس طيب. ما انا مخدش القديم ديني فلوس. هو مش كلام. ما اخد بالك برضو. وازيزو فاضل له قد ايه. تأجب السنة دي والسنة الجاي. اه سنتين. سنة ونص. اه سنة ونص بالزبط. فانت النهار ده بتتكلم في السنة ونص. يعني. بيعزيزو. في السنة ونص. او السنة شوف هيجيب قد ايه. لو هيحل زي ما قلت لك. وهيجيب بداله ست لعيبة. وده الحل الوحيد. بيعزيزو. ده الحل. ما انا بقول لك اه. بس اه مفيه غضب جماهيري برضو ما اخد بالك هو بصراحة نجز زماك في الفترة الاخيرة عنده يعني في موقف لا يحسد عليه. حقيقي. بص يا ابراهيم لازم. من ناحية. لازم جمهور نادي الزمالك. من ناحية جماهيرية لانك عندك كم نجوم كتيرة جدا مشي وطبعا وعدادهم كتيرة. لازم جمهور نادي الزمالك يبص البعيد يبص القدام. ما يبصش تحت رجليه. انت النهار ده في وجود زيزو. انت ممكن ما تاخدش بطولات. ما في وجود زيزو. لان زيزو مش هلعب لوحدة. سبع. عشان كده بقول لك ايه. لما يبقى في ست لعيبة سبع لعيبة تمن لعيبة. هيتحلوا مكان زيزو. هنا اقول لك اه. فانت النهار ده ما تبصش احت رجليك. انت عايز تبني فرقة. تلعب على بطولات. انت النهار ده ما عندكش فرقة تلعب على بطولات. ورغم ذلك الفرقة لما بتلم نفسها شوية بتقدر تكسب. زي ما شوفنا بالمواتش اللي فات. انا ما انت اسألك اراك في اداينات الزمالك في امبراط فيوتو. كسب. انا ما اكسب بيه. وده وده اللي احنا عايزين. السناد الزمالك مش محتاج اداء دلوقتي. هو محتاج ان هو يكسك. محتاج يعيد الصقة من جديد. محتاج اللعيبة دي يبقى عندها صقة. عشان ترجع تاني عامل اداء كويس. ورغم كده الاداء كان كويس. يعني شوفنا عايبنا الزمالك شوفنا الانتشار. شوفنا السحواز على الكورة شوفنا. شوفنا حاجات كتير. شوفنا اللعيبة بتلعب بارتياحية. شوفنا كل لعيب بيلعب في مكانه. يعني في حاجات كتيرة الغارت في نات الزمالك. فاهمني? فانتا النهاردة بص المجموعة. مش زيزو بس هو بقولك. المجموعة لما بتلم نفسها شوية بيحصل. الامور بتختلف شوية. مش اقول لك احسن حاجة. لكن بتختلف شوية. بيقدر يكسب. طيما هو. يبا احنا بنتكلم على ايه? على حاجة جامعية برده. صح. انا دايما بقول ايه? اللي بيقول ان لعيب بيكسب لعيب بيكسبك ده بمساعدة الاخرين. لان لعيب بيكسبك خلاص سيبه وطلع العشرة برا. دي حاجة. ويلعب ضد الحداشر. يعمل ايه? يعمل حاجة. طب هل ده يقلل من زيزو? لا ما انا بقول لك هو نمرة واحد تاني هو. هو نمرة واحد. زيزو لعيب احسن لعيب في مصر في الحيطة دي في الوقت الحالي. بس انا بنتكلم في ازامات لازم تتحل بحاجات تانية.